تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا خمسة منها في بلدة كفر عقب شمال القدسي وإصابة في طول كرم وأخرى في شقبة غرب رام الله وجميعهم لمخالطي عمال لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 320 مصابا بلغ عدد الفحوصات الإجمالية 22.800 حالة تم فحصهم وأود الإشارة بأن بالأمس تم اجتماع لجنة الوبائيات الوطنية واللجنة العلمية للبروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كوفيد وسيتم رفع توصياتها إلى دولة رئيس الوزراء بالخصوص اليوم وزيرة السياحة تؤكد أنها لم تتأخر في اتخاذ الإجراءات للحلولة دون انتشار الفيروس لفلسطين بل إنها كانت تعمل وفقا للتوصيات اليومية لوزارة الصحة وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية إحنا لما نحكي عن التدابير اللي أخذتها وزارة السياحة والأثار إحنا وزارة للسياحة والأثار طبعا المرجعية تبعتنا كوزارة هي وزارة الصحة ووزارة الصحة هي بتعطينا التوصيات اللي بتعطيها إياها منظمة الصحة العالمية أنا زي ما ذكرت إحنا كل الفترة ما قابل حدوث أي إصابة هنا في فلسطين كنا على تواصل دائم مع وزارة الصحة كانت وزارة الصحة بصورة شبه يومية تعطينا كل التوصيات طبعتها اللي هي طبعا من منظمة الصحة العالمية وإحنا كنا كوزارة السياحة والأثار ننفذها طبعا عن طريق تعميمها على مكاتب السياحة على الفنادق الفلسطينية وطبعا كان أي دولة تكوئي تم إعلانها أن هذه دولة موبوقة إحنا كنا نمنع السياح السواح من أنهم يدخلوا على فلسطين من هذه الدولة وزير العدل يؤكد أن إعلان حالة الطوارئ تنسجم مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وأن العمل خلال الطوارئ هو ترسيخ لمبدأ سيادة القانون على الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية النقطة الأولى أولا إعلان حالة الطوارئ التي أصدرها سيادة الرئيس جاءت انسجاما واتفاقا مع القانون الأساسي الفلسطيني وجاءت مسجمة مع كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة على أهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمعنى النقطة الرئيسية في إعلان حالة الطوارئ نثبت أن الشعب الفلسطيني بخير بمعنى أن هناك توازن ما بين إعلان حالة الطوارئ والحماية القانونية لصون وحقوق الحريات العامة لأبناء الشعب الفلسطيني الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة بعد ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 320 منها 307 في المحافظات الشمالية و13 في قطاع غزة و111 داخل القدس في راستاني لفضيلة النجاح رام الله